الحقيقة في مجال التنمية السياحية والطرفيهية سواء للقادمين من الخارج أو للسياحة الداخلية مجموعة كبيرة من المشروعات سواء طبعا تطوير متحف شرم الشيخ اللي الدولة المصرية نفذته بتكاليف أكتر من 800 مليون جنيه وسيادة الرئيس شرفنا بافتتاحه أيضا يعني الحقيقة المشروعات الخاصة بقصور الثقافة في شمال وجنوب سينة المدن الشبابية اللي موجودة النهاردة للدولة المصرية نفذتها في كل مكان في شبه جزيرة سيناء ودي كلها نمازج نادي الفيروز اللي في المدينة الإسماعيلية الجديدة الصالة الرياضية المغطى مشروعات ضخمة اتعملت في مختلف المناطق الحقيقة في المجال الخامس وهو يعني المجال اللي بنعتبره يعني هو ده اللي حيكون المكان الرئيسي لاستيعاب السكان والزيادة المستقبلية اللي حتأتي للعمل في سيناء بالإضافة طبعا لأهالينا من أهالي سيناء الحبيبة هو التوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ويمكن الحقيقة احنا بدأنا بمشروعات في كل المدن الجديدة على رأسها طبعا كانت ان احنا بدأنا في البداية يمكن في الفترة من 2014 الى 2017 ان احنا بندخل على المدن القائمة وبنضيف وحدات اسكان اجتماعي علشان تستوعب الزيادة السكانية لأهالينا من سكان هذه المدن والمناطق اللي كانت موجودة وانشأنا اكتر من 9000 وحدة سكانية في المدن القائمة سواء طابة شرم الشيخ كل المدن اللي كانت موجودة على سبيل المثال العريش انشأنا فيها نويبع كل دي هذه المدن انشأنا في الفترة الاولى عدد كبير من وحدات الاسكان الاجتماعي ولكن يمكن ايضا كان من المشروعات النجحة والمشروعات المهمة هي التجمعات التنموية لأهالينا من بدو سيناء اللي كانت انتشرت الحقيقة في شمال ووسط سيناء وكان هدفها انها تقدم يعني اماكن تجمعات متكملة لأهالي سيناء بحيث يستطيعوا فيها ان هم يستقروا ويبقى فيها كل الخدمات المتكملة لأهالينا عشان ينشئوا فعلا تجمعات تنموية بتكون فيها زراعة وفيه صناعات حرفية وبعض الصناعات اللي قيمة على الانتاج الزراعي ودي كلها نمازج من هذه التجمعات البدوية الحقيقة مشروعات المدن الجديدة اللي النهاردة الحمد لله الدولة المصرية بتنفزها النهاردة ويمكن هنا كل هذه المدن بتنتمي الى الجيل الرابع يعني اللي هي المدن الزكية اللي بنعملها بناء على احدث ما وصلت اليه المنظومات التخطيط وعملية التنمية اشتركوا في القناة